الحفاظ على الذاكرة الوطنية عنوان بالبونط العريض لجهود كبيرة بذلتها وتبدلها الدولة الجزائرية في سبيل نقل قيام ثورة أول نوفمبر وتاريخ الجزائر الحافل بالأمجاد والمواقف المشرفة إلى أجيال المستقبل في هذا الصدد أطلقت الحكومة برنامجا ثريا لنشر 150 عنوانا في مجال الدراسات والبحوث التاريخية والمذكرات الأكاديمية المتعلقة بالذاكرة الوطنية الحفاظ على الذاكرة يقتضي أيضا توثيق مسار أبطال الجزائر وصناع مجدها وهنا تم شروع في إنجاز أفلام وأشرطة تاريخية حول قادة ورموز المقاومة الشعبية والثورة على غرار البطل الشهيد زيغود يوسف البطل العربي بن مهيدي والعقيد سي محمد بوغرة والعقيد سي الحواز بالإضافة إلى أفلام وثائقية أخرى تروي مآثرة بطولية من تاريخ وطننا المفدى جهود الحفاظ على الذاكرة الوطنية لم تتوقف هنا بل ذهبت بعيدا لحد رد الجميل لكل من سند الثورة التحريرية فمن باب الوفاء والعرفان تم إنشاء الجمعية الدولية لأصدقاء الثورة التحريرية المجيدة مسايرة للتكنولوجيات الرقمية الحديثة تم جمع تاريخ الجزائر في موسوعة رقمية بالمنصة الإلكترونية جزائر المجد موسيقى موسيقى